هنأ رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي سعد عاصم الجنابي الشعب العراقي بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وقال الجنابي في نص التهنئة نتقدم بالتهاني والتبركات لأبناء شعبنا العراقي الكريم بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة متمنين أن تكون سنة خير ومحبة وسلام على عراقنا العزيز وعاما نتجاوز فيه كل الصعوبات والتحديات الأمنية والصحية والاقتصادية والتي عانى منها بلدنا خلال عام 2020 إن الأزمات التي مر بها العراق خلال العام المنصرم وهي بالأساس تركة لأعوام سابقة من سوء الإدارة والفساد وهيمنة الأحزاب السياسية على ثروات البلاد تكشف لنا حقيقة واضحة بأن النظام السياسي الحالي وعملية إدارة الدولة ليست على قدر المسئولية الوطنية وبنيت على أسس خاطئة في المحاصصة والحزبية والفئوية دون أن تلبي طموح العراقيين وحقوقهم المشروعة ولم تقدم أي خدمة لأبناء الشعب المحروم بل كانت أداة لقمع الأصوات الوطنية الحرة المطالبة بالحقوق إن المواطن العراقي على مدى 17 عاما تحمل آثار الصراعات والخلافات بين الأحزاب المتناحرة على السلطة والفساد والذي أسست له الطبقة السياسية التي نهبت خيرات البلاد وثرواته وسرقت أمواله وقوط مواطنيه ما أصل العراق إلى أزمة اقتصادية خانقة جعلته على حافة الإفلاس وأثقلته بالديون ووضع اقتصاده تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية إن على الحكومة في هذا الظرف العصيب الركون إلى حلول سريعة وفعالة لإنهاء الأزمة المالية وإنقاذ الاقتصاد الوطني ودعم الشرائح الفقيرة المتضررة من السياسات المالية الخاطئة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جادة في محاربة الفساد والمفسدين وتحقيق الإصلاحات الموعودة التي خططها دماء الشهداء على طريق الحرية والكرامة وتحديد المصير وحصر استلاح بيد الحكومة وفرض سيادة القانون وإعادة هيبة الدولة نتمنى أن يكون عام 2021 عام تحقيق الطموحات لأبناء شعبنا وتنفيذ مطالبهم المشروع وتطلعاتهم في حياة حرة كريمة تليقوا بتاريخ هذا الشعب العظيم حفظ الله العراق والعراقيين ومنى على الجميع بالأمن والأمان والاستقرار ورحم الله شهداءنا الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزة هذا البلد وكل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر